بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عاد الناس لما كانوا عليه من القفر بعد أن تكبروا ونسوا آية الله فيهم بل إنهم لم يكتفوا بذلك وراحوا ينشرون بينهم أمر قتل الناقة والعودة لما كانوا عليه دون تقيد بأوامر أو نواهم من الله عز وجل وراح نبي الله يحذرهم من العاقبة ويخوفهم من غضب الله فما كان منهم سوى الاستهزاء به ورفض نصيحته يا فرسان ثمود تعلمون لما اجتمعنا اليوم وتعلمون كيف أرادت الآلهة أن تكون نهاية فتنة صالح على أيدينا وها نحن الآن نجتمع لندبر للأمر بعد أن علمتم بأن أهل ثمود ما عادوا يرغبون بصالح ولا بناقته فمن كان في شك من أمره فليعلمنا الآن ويطرك مجلسنا ومن أراد أن يسير معنا في طريق المجد فليعلنها الآن ها أنا أعلنها أمامكم بأنني أول المقاتلين وها أنا دعيم بن حسبان ثاني المقاتلين وأنا ابن بلغوم أعلن أنني معكم يا سادة ثمود وأنا داب بن الأجهم من قبيلة صالح أعلنها بأني معكم سيفي لكم وحربي على أعدائكم وأنا معكم بسيفي لا أتراجع عن نصرتكم أبدا أنا معكم حتى نقضي على فتنة صالح وننصر آلهتنا حفظتكم الآلهة وأيدتكم يا فرسان ثمود وأنا أعلنها من الآن بأن فتنة صالح قد انتهت بلا رجعة بفضل رضاء الآلهة علينا ولكن ماذا عن الحارث بن صخر؟ أمره بيده إن أراد كان معنا وإن أصر على رأيه فليسعه بيته ولكنه ما زال سيدا لثمود يا قدار السيد يكون سيدا بفعله والحارث لم يفعل شيئا في أمر فتنة صالح لقد ترك الناس حتى كادوا أن يضلوا ويهلكوا بل إن بعضا منهم قد ضل واتبع صالحا وربه فعن أي سيد تتحدث إذن أيها الفارس المغوار؟ صدقت يا قدار الحارث بن صخر لم يعد يستحق أن يتسيد علينا وحينما ننتهي من فتنة صالح وناقته سنجمع أمرنا على اختيار سيدنا الجديد سيدنا الجديد؟ ومن هو سيدنا الجديد يا مصرع؟ ومن غيره؟ إنه من أخذ بأيدينا لنعبر المهالك قدار بن سالف سيد فرسان ثمود هذا أمر سابق لأوانه يا مصرع نحن الآن لا نبتغي شيئا سوى نصرة آلهتنا وعودة الأمان لقوم ثمود ثم بعد ذلك يكون لكل مقام مقال وهذا ما أردت قوله يا قدار وهذا نخبوكم يا فرسان ثمود فلنشرب جميعا فلنشرب حتى الثمالة ما بك يا حارث؟ هلك القوم يا منيعة هلك القوم ما الذي جرى؟ وما هذه الحالة التي تعتريك؟ لم أرك على هذا الحال من قبل لقد فعلها قدار بن سالف هذا الأهواج الملعون ماذا فعل؟ اجتمع ببعض فرسان القبائل في غيابي واتفقوا بينهم على ذبح ناقة صالح وما الضير في ذلك يا حارث؟ ألم تسمع ما يقوله الناس بينهم؟ إنهم يتحدثون عن قتل الناقة ليل نهار فليكن لهم ما أرادوا ياكوى التفوه بمثل هذا القول الأب لهي أمرأة فقول العوام لا يأتي من ورائه إلا عظيم البلاء أخشى أن تسوء العاقبة فأمر صالح حق وآيته لا ريب فيها ولم يكن هناك ما يستدعي هذا الإثم العظيم إذن لما لم ترفض قولهم وتوقفهم عن المضي فيه؟ إن تشدت برأيه حمل قدار الأمر لعوام الناس فخرجوا عليه قدار شخص ماكر ويعرف جيدا ماذا يفعل ألقد استغل الأمر لصالحه تماما كما أراد؟ وما المخرج إذن يا حارث؟ صدوق أرى السعادة في عينيك يا ابنتي خيرا هل جد في الأمر جديد؟ سيجد يا أمي سيجد كل جديد وسيكون لي ما كنت أنتظره لسنوات وما هو هذا الجديد يا بنت محية؟ سيفعلها قدار بن سالف قدار بن سالف؟ يفعل ماذا؟ يأتي لخطبتي بعد أن يحضر مهري يبدو أن في جعبتك شيء تخفيه عني ها؟ متى رأيت قدار؟ ومنذ متى؟ وأنتما تتحدثان يا صدوق؟ ليس هذا هو السؤال يا أمي إنما يكون السؤال ما هو المهر الذي سيحضره لي قدار بن سالف؟ وهل اتفقت معه أيضا على مهرك؟ نعم إنها ناقة صالح مهر صدوق بنت محية سيكون أعظم مهر في تاريخ قبائل العرب وسيتحدث الجميع عن هذا المهر العظيم لأجيال لاحقة ماذا تقولين يا بنت محية؟ يا بنت ملاعب الضباء في البرية هل وعدك قدار بنحر ناقة صالح؟ بل أنا من طلبت منه ذلك يا أم صدوق اللعنة عليك وعلى أبيك أي بلاء هذا الذي ابتليت به؟ ابنتي هي من تجلب الخراب لقومها؟ أتحل اللعنة على ثمود بفضل ما حملته بطني؟ آه آه عن أي لعنة تتحدثين يا أمي؟ إنها النجاة من صالح وفتنته فما أتيت إلا بالخلاص لقومي أصمتي أيها البلهاء أصمتي فقصما عظيما لو أني أعلم بأن حصاد بطني سيكون لعنة وفتنة على قومي ثمود لما تركت البذرة حتى تنبت ولا سقيتها من ثديي آه لما كل ذلك يا أمي؟ صالح معه الحق يا بنت محية فإن نحرت الناقة وهي الحق لم يبقى سوى الباطل وما بعد الباطل سوى اللعنة وهذا ما سيحل علينا في القريب فلتنتظري لترأي بعينيك المصير الذي جلبته على قومك آه 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 يا قوم ثمود ها قد اتفقتم بينكم على التخلص من ناقة صالح وفتنته ولم يبق إلا أن توفقنا الآلهة في ذلك فادعوا جميعا بأن تنزل علينا الرحمات وتبارك لنا في أمرنا الرحمات أم اللعنات يا ابن بلغوم؟ إلى متى تحاول تضليل الناس وإبعادهم عن الحق؟ وما شأنك أنت يا قيس؟ ألست من أتباع صالح؟ فليما تجلسنا يا رجل؟ إن قيسا منا يا ابن بلغوم كيف تقول له ذلك؟ حاش لله أن أكون منكم يا رجل فأنتم قوم ضعلون والله ما أراد نبي الله بكم سوى الخير إلا أنكم قوم تجهلون ومصيبته قد طالتك فتنة صالح يا قيس والله لأنتم أهل فتنة وضلال أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم؟ إنه من أتباع صالح يقولها بلا خوف لقد أتى إليكم ليضلكم كما يفعل سيده لذا فلا تدعوه حتى يترك دين صالح ويعود لدين آبائنا وأجدادنا فلتنصروا آلهتكم يا بني ثمود عليكم به فلتجعلوه عبرة لكل من سولت له نفسه باتباع صالح وفتنته هيا ضربوه هيا خذ خذ معافا إن شاء الله يا قيس سلمك الله يا أخي من كل سوء وجعله الله في ميزان حسناتك الحمد لله على كل حال له الفضل والمنة وعسى عسى أن يتقبل منه صالح الأعمال إياك أن تكررها ثانية يا قيس فربما لا تسلم في المرة القادمة لم يأمرنا نبي الله سوى بأن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة فلا تخالت القوم إلا للضرورة يا قيس حتى يأتي أمر الله ويخرجنا من بينهم آمنين لله الأمر من قبل ومن بعد علم نبي الله أن الناس قد تآمروا على ذبح الناقة وأن أمر الله واقع لا مفر منه وكان القوم قد أعلنوا عن نواياهم وقفرهم بالله الواحد الأحد فرحين غير مبالين بالعاقبة لم تردعهم الآيات ولم تنفعهم نصيحة الناصحين فحق عليهم الغضب بما قدمته أيديهم وبما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ صدق الله العظيم اشهدوا يا فرسان ثمود على سهم هذا فبه تسقط فتنة صالح ليتعرفوا بأنه من الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كذب قوم ثمود بآيات ربهم ولم يردعهم شيء عن المضي فيما قد عزموا عليه وسمعوا بأمر قدار بن سالف ومن معه فلم يخرج أحد منهم لينهاه عن ذبح ناقة الله تلك الناقة التي طلبوا من نبي الله صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من الصخر لتكون لهم آية حتى يؤمنوا بالله ورسوله فكانت قلوبهم أشد قسوة من تلك الصخرة التي انشقت أمام عينهم فأنقروا آيات الله وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم اشهدوا يا فرسان ثمود على سهم هذا فبه تسقط فتنة صالح ليتعرفوا بأنه من الكاذبين ألم أقل لكم يا قوم إن صالحا كذب فإن كانت هذه ناقة الله حقا لحفظها من القتل لقد خدعنا صالح وسخر أعيننا صدقت يا قدار ما صالح إلا كذاب لقد حررنا قوم ثمود من عبودية صالح لهم الآن سيدركون بأن صالحا ما هو إلا ساحر كذاب دعوا الناقة وفصيلها في أماكنهم فإنهم عشاء الذئاب في البرية يا قوم يا قوم لقد نحرت ناقة ثمود فلا نبوة ولا وحي نزل وما صالح إلا دجال سحر أعينكم بسحره من الآن لا وصاية له عليكم من الآن عاد مرعاكم إليكم فلا مشرب ولا سقاع لغيركم هنيعا لكم يا قوم ثمود فقد عاد الحال لما كان عليه هنيعا لكم هنيعا لكم يا قوم ثمود تم المراد يا صدوق تم المراد وهذا دليل صدقي إذن فمرحبا مرحبا بسيد ثمود الجديد الفارس المغوار قد دار ابن سالف أشجع الفرسان هذا هو مهروق يا صدوق فأنت تعلمين بأنني انتظرت هذه اللحظة طويلاً؟ وهي قد تحقق لك ما أردت يا فارس ثمود وسيدها فصدوق بنت محية من الآن هي لك فقط عليك أن تكمل وعدك لي ولا تخلفه عن ماذا تتحدثين؟ عن عالية عالية يا قدار أنسيت وعدك لي؟ لا لا لم أنسى إلا أن تركي لها ليس بالأمر البسيط يا صدوق لا شأن لي لقد وعدتني فالتزم بما وعدت وليكن ما أردتي فلن تكون عالية أعظم قدراً عندي من ناقة الله استيقظ صالح والمؤمنون على هول الجريمة ووجه صالح خطابه للكافرين وقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ولسوف يحل بكم العذاب زعم صالح أن العذاب سيحل بنا بعد ثلاثة أيام فلنفرغ منه ومن أهله قبل ثلاث تعالوا نتعاهد ونقسم إنا سنغير على صالح وأهله ليلاً ونقتلهم جميعاً أحقاً ما سمعته يا جعفر؟ أحقاً قتلوا ناقة الله؟ لقد فعلها المجرمون فعلوها غير نادمين لعنة الله عليهم وعلى شيطانهم الذي وسوس لهم بهذا الإثم العظيم أخشان يكون غضب الله قريباً يا جعفر فليلطف الله بنا فهو العليم بنا وبأننا كنا قلة قليلة لاحلة لنا هل أمرك نبي الله بشيء؟ لم يأمرنا إلا بعدم نخالطة القوم الظالمين فإن لعنة الله هابطة عليهم لا محالة ونرجو الله أن ينجينا من العذاب إن الله حافظنا ببركة اتباعنا لنبيه فلا تبتأس يا جعفر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونجينا من القوم الظالمين اللهم انصر نبيك ومن اتبعه على هؤلاء المجرمين عمل موفق يا ابن بلغوم خادمك خادمك يا سيدي قدار لولا قولك بين الناس وخداعك لهم لما استطعنا أن نفعل ما فعلناه لقد قمت بمهمة عظيمة يا ابن بلغوم وأبليت بلاء حسنا في خدمة الآلهة وهل هناك شيء أحب إلينا من خدمة الآلهة يا سيدي قدار يا لك من مراوغ وخداع على كل حال أنت تستحق هذه الأموال ولك مثلها إن ساعدتني في الوصول إلى مبتغايا الأخير أيها الماكر وما هو هذا المبتغى يا فارس ثمود سيادة ثمود يا ابن بلغوم هذا هو ما أسعى إليه وأنت أهل لها يا سيدي قدار ولكن لكي يكون لك ذلك فلا بد لك من اتخاذ وزير يكون هو الناصح الأمين والمخلص الدائم ومن تراه هذا الوزير يا ابن بلغوم هو أمامك الآن يا سيدي أتقصد نفسك بذلك القول يا رجل؟ خادمك خادمك يا سيدي قدار إذن دعني أنظر في هذا الأمر يا ابن بلغوم وإن كنت أظن بأني أحتاج حقا عقل داهية كعقلك أيها الخبيث راح نبي الله صالح عليه السلام يبلغ الناس بغضب الله عليهم وأن العذاب آتيهم لا ريب فيه فتكبروا وأصروا وقالوا ائتنا بما وعدتنا إن كنت نبي الله حقا فنحن مكذبون لقولك ونبوتك فأرينا آيات ربك فينا إن كنت من الصادقين فأخبرهم نبي الله عليه السلام بأن موعدهم قريب وأن غضب الله سيحل عليهم من السماء فكذبوا وقالوا إنا منتظرون كيف حالكم الآن يا فرسان ثمود؟ هل رضيتم؟ هل سمعتم بوعد صالح لنا؟ هل تدركون في أي طريق أجبرتمون على السير فيه؟ كفاك تهديدا يا حارث فنحن لا نخشى صالحا وقوله ما هو إلا رجل كاذب؟ دع عنك هذا القول يا قدر فهذا القول تقوله للعوام من الناس أما هنا في هذا المجلس فكلنا نعلم بأن صالحا صادق وأنه مبلغ عن ربه لم يعد هناك مجال للعودة يا حارث وأنت تعلم ذلك جيدا هل يسمح لي سيد ثمود بالحديث؟ من أنت يا رجل؟ ومن أتى بك لتجلس وسط السادة؟ إنه ابن بلغوم أحد رجالي يا حارث ونحن بأمس الحاجة لرأيه الآن هل أصبح لك رجال يا قدر؟ يبدو أن هناك شيء يطى على نار هادئة تحدث يا ابن بلغوم لنرى ما الشيء الذي نحن بأمس الحاجة إليه نقتل صالحا يا سيدي كما قتلنا ناقته لنجتثر فتنة من أصولها فلا يبقى لها أثر أو هذا ما تبحث عنه يا قدر؟ قتل صالح؟ ألا تعلم العواقب؟ الأمر يتطلب من الشجاعة يا حارث إنه مصير ثمود فلا يجب التهاون هذه ليست شجاعة يا قدر بل تهور وجنون كفاكم عبثا يا سادة ثمود إنني أرى ما يراه سيدي قدار لقد تحدثنا مع صالح بكافة الطرق بلا فائدة لم يعد أمامنا سوى هذا الطريق لابد أن نتخلص منه وماذا لو دارت حرب طاحنة بين القبائل فتأكل الأخضر واليابس ومن قال بأننا سنقتله علنا يا حارث سنغتاله فلا يعلم عن ثأره أحد يبدو أنكم قد تداولتم الأمر بينكم في غيابه هذا لا يبشر بخير داع الأمر لنا يا حارث فنحن أهل له وكفاك خوفا من العواقب فإن هذا الخوف هو ما أوصلنا لما نحن فيه غدا سيكون اليوم الأخير لصالح في هذه الدنيا فبسيف هذا سألحقه بناقته بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمع التسعة رهت أمرهم على قتل صالح عليه السلام وراحوا يدبرون للأمر بحذر كل منهم يعرف ما الذي يجب عليه فعله فأرادوا أن يقتلوا نبي الله صالحا عليه السلام قبل أن يتحقق وعده لهم بنزول العذاب في ثلاثة أيام أهلك القوم يا أحطب كم أخشى مما هو قادم أعلم بأن الأمور قد ساءت وأن عذاب الله قريب ولا مفر منه ولكنها حكمة الله في خلقه فهو مدبر الأمر وهو بكل شيء عليم وما السبيل إذن؟ انتظار أمر نبي الله ومتى يبلغنا نبي الله؟ الأمر بيد الله وليس بإرادة نبي الله سبحانه هو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير أوليس هناك خوف على نبي الله من بطش هؤلاء القوم المجرمين أخشى أن يقتلوه كما قتلوا ناقة الله لم يعود هناك شيء بعيد على هؤلاء القوم الفاسدين ولكننا نرجو السلامة من الله عز وجل وأن يحفظ نبيه من كيد الكائدين الغريب في الأمر أنني لم أجد واحدا من القوم حزينا على ما حدث وكأنهم جميعا سعداء بهذا البلاء العظيم إنها أنفس خبيثة لا تسعد لحق ولا تغضب لباطل ملكهم الشيطان فراح يتلاعب بقلوبهم كيفما شاء ونسأل الله أن يخرجنا من بينهم آمنين وأن يعافينا من فتنهم عجبت لهؤلاء الناس أولم يسمعوا بلعنة قوم عاد بل سمعوا ولكن بآذانهم فقط فرفضت قلوبهم أن تخشع لله الواحد القهار فحق عليهم العذاب وما كان ربك ليظلم أحدا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون لا أظن بأن فكرتك صائبة يا قدار فقتل صالح في بيته أمر خطير ليس أمامنا خيار آخر يا مصرع فلننتظر حتى يخرج للمرعة وحينها يكون هدفا سهلا الوقت لا يساعدنا يا رجل أولم تسمع بوعيده إنه يقول بأن لثمود ثلاثة أيام تبدأ من الغد أولا جلس ننتظر وقوع العذاب علينا من السماء أوافقك الرأي إلا أن أمر قتله في بيته وبالقرب من أهله وقبيلته لهو أمر صعب بل ربما مستحيل لقد تحدثت مع داب وقال بأنه سيحاول أن يسهل علينا الأمر فسيستضيفنا في بيته والذي يجاور بيت صالح لنخرج بعدها دون أن يشعر بنا أحد ثم نفعل ما عزمنا عليه أرى أن الكلام الآن قد اختلف بهذا تكون الفرصة سانحة لنا بشكل أفضل ويجب علينا أن نغتنمها وأنا أيضا أرى ما تراه فلتحفظنا الآلهة فلتحفظنا الآلهة هون عليك يا حارث فالسهم قد غادر قوسة دعنا نرى ما الذي سيفعله قدار ومن معه هذا رهان على الحياة والموت يا منيع وإن كان فلا سبيل غيره يا حارث لا أحب أن يكون مصيري بيد الآخرين أكانني أحد من العوام ولكن فعلها قدار بن سالف فجعلني مجرد رجل من العوام بعد أن يقتل صالح لا أحد يعلم ما الذي سيحدث لو قتل صالح فلقد أنذر الناس بوقوع العذاب بعد ثلاثة أيام وإني لم صدق لوعده فأنا لم أعهد على صالح الكذب أبدا أتحاول أن تخيفني يا حارث؟ بل أحاول أن أبحث عن طريق نجاة لنا يا زوجتي لا نجاة لنا إلا هنا ففي الحجر ولدنا وفي ترابها سندفن فلا موت إلا في أرض آبائنا يا حارث تتحدثين عن الموت إذن فاستعدي له فسيطرق أبوابنا قريبا أسمعت بنذير صالح؟ سمعت ولكني لا آبه لحديثه ما هذه الثقة يا رجل؟ الناس كلها تعرف بأن صالحا ليس بكذبا فكيف لا تخشى وعيده؟ لو كان نبي الله حقا لما ذبحت ناقته ونحر صغيرها أين كان ربه حينها؟ ما صالح إلا ساحر ومدع اعتقد بأننا سنردخ لأوامره ونواهيه منذ متى وقوم ثمود يردخون وينصعون لأحد؟ كم أتمنى أن يكون لدي تلك الثقة إلا أنني أعلم بأن صالحا ليس بكذاب وأن وعده لنا حق وأن ناقة الله حق ونحن من ضيعنا حقوق الله أهذا ما اتفقتم عليه؟ نعم هذا ما اجتمعنا اليوم من أجله ومتى هو الموعد؟ مساء الغد بعد غياب الشمس وأفولها وماذا لو علم أحد من قبيلاته؟ سيؤمن داب هذا الأمر لنا غريب أمر داب ليس بغريب فلقد أراد ما أراده كل واحد منا أراد أن يتسيد قبيلته وليس له في قبيلته منافسا إلا صالح فوجد ضالته معنا وماذا بعد قتله؟ تنفيذ ما اتفقنا عليه أكون سيدا لثمود وتكونين أنت بجواري وماذا عن عالية؟ سأخبرها في المساء رغم علمي بالعواقب إلا أن كل شيء يهون من أجل فاتنة ثمود التي فاتنت عقلي وقلبي أما زلت تحبني كما كنت في الماضي يا قدر؟ تأتيك الإجابة على سن سيفي يا صدوق فدماء صالح التي ستقطر منه ستشهد كم أحبك إذن فاحذر مما هو قادم فأنا لا أريد أن أفقدك مرة ثانية لا تخاف يا صدوق لن يفرقنا شيء بعد الآن سوى الموت الموت وحده ولا شيء غيره بماذا تدعين الله يا سالمة؟ بأن ينصر نبيه ويخرجنا آمنين من بين هؤلاء القوم فلا أمان لنا طالما نخالطهم بالليل والنهار صدقت يا سالمة فإن قلوب القوم فسدت ولا رجاء في إصلاحها وكيف حال نبيه الله؟ أخشى أن يصيبه شر من القوم وذلك بعد تبليغه لهم بما أوحى الله إليه من عذاب واقع ألا طلبت منه أن يسمح لنا بالخروج؟ فأرض الله واسعة فلا يضيق علينا أحد كي نعبد الله حق عبادته دون خوف آمنين والله كم وديت ذلك يا سالمة إلا أن الله لم يأذن لنبيه بالخروج بعد وأسأل الله أن يكون ذلك قريبا يا رب يا حليم بعبادك تلطف بنا يا حليم يا رحيم وأخرجنا من بين هؤلاء القوم الظالمين على خير اللهم احفظ نبيك ودينك ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك يا الله راح الخوف يملأ قلوب المؤمنين على نبي الله عليه السلام ذلك بعد أن سمعوا الوعيد لرسول الله يتردد على ألسنة قوم ثمود فالبعض يتوعده بالقتل والآخر بالنفي وكأن الآيات البينات لم تأتهم ولم يبصروها بأعينهم وكان من آمن من القوم قلة قليلة أما المشرقون فكانوا كثرة ولما كان وعد الله مفعولا راح المؤمنون ينتظرون إذن نبي الله بالخروج بعد أن علموا بأن القوم هالكون لا محالة وأن العذاب واقع في غضون ثلاثة أيام لا رابع لها وأن القوم لن يؤمن منهم إلا من قد آمن فقد ختم الله على قلوبهم بما قدمته أيديهم إنهم قوم كافرون أيها القوم أيها القوم يا معشر ثمود يا سادة العرب لقد سمعتم وعيد صالح لكم وإنذاره بأن الله منزل علينا العذاب وما كان صالح ليفعل ذلك إلا لعلمه بحلمنا عليه وبأن قبيلته ستحميه من غضب الغاضبين وماذا ترانا فاعلين يا ابن بلغوم؟ اغضبوا اغضبوا يا قوم اغضبوا لدينكم ولأعرافكم هذا هو وقت الغضب ليعلم صالح ومن معه بأن في ثمود رجالا لا يحابون شيئا ولا يتلاعب بعقولهم أحد وماذا إن صح وعيده كما صح أمر الناقة يا ابن بلغوم؟ أما زال أحد يتحدث عن ناقة صالح؟ أولم يروا دماءها وأشلاءها؟ فأي ناقة مباركة تلك؟ إن ناقة صالح لم تكن إلا فتنة منه وسحرا مبينا أراد به أن يصحر أعيونكم ويسخركم لطاعته ماذا تعني يا رجل؟ هل تحرد الناس على قتل صالح؟ إذن فهي الحرب وما الضائر يا رجل؟ أولسنا سادة حرب؟ فإن أراد صالح وربه الحرب فالتاكن حربا وإنا بعزة الآلهة لمنتصرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كانت القلة القليلة كانت القلة القليلة ممن آمن بدين الله عز وجل ودعوة نبيه يبيتون ومن غير آمنين خوفا على نبي الله وعلى أنفسهم من القوم الكافرين فلم يتعظ أحد من قوم ثمود ولم يؤمنوا بما أنزل على صالح من الله رب العالمين فراح القوم يعدون لما قد عزموا عليه بأن يقتلوا نبي الله صالحا عليه السلام دون أن يشعر بهم أحد فحق عليهم عذاب الله وحق لهم سوء الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم أتيت مبكرا على غير عادتك يا قدار ما السر يا تورا؟ اجلس يا عالية فهناك أمر سأحدثك به تحدثني به؟ هذا غريب فنحن نادرا ما نتحدث إذن تكلم ما الأمر المهم؟ وهذا هو بيت القصيد تعلمين أنني لا أحبك كما أعلم أنك لا تحبينني وها أنا قد عزمت على كفاك يا ابن العم كفاك فقد اتضح الأمر ويبدو أن ما سمعته صحيح عن أي شيء تتحدثين؟ وما الذي سمعته؟ عنك أنت وصدوق صدوق بنت محية ها قد عاد إليك حبك القديم هذا شيء لم أنكره سابقا ولن أنكره الآن فليكن لك ما أردت يا قدار فكما قلت كلانا لم يحمل يوما حبا للآخر ولكني أحذرك من صدوق فهي أفع أفع تتخف في جسد فتاة جميلة إياك وأن تصدقها في شيء يا قدار صدوق ابنة عمي وأنا أعلم الناس بها لا شأن لك بها يا عالية فمن الغد ستصبح زوجتي وستحل محلك في هذا البيت وستحمل اسمي وسيكون منها ذريتي من بعدي إذا طبت لها وطابت لك فكلاكما من طينة سيئة واحدة اذهب اذهب يا قدار وجهز العرس جهز عرسك على الحية بنتي محية وحينما تعود لن تجدني في بيتك ولكن تذكر قولي تذكر قولي جيدا ستأخذك صدوق وتغوص بك في قاع جهنم هذا وعد مني أقسم عليه أعتقد أن هذا هو يومنا الأخير في هذه القرية ومن أخبرك بذلك يا فلاح؟ لا أحد فإن وعيد نبي الله لثمود يبدأ من الغد وأظن بأن نبي الله سيأمرنا بالخروج من الحجر اليوم أصبت الرأي يا فلاح ولكن لم يأتنا أمر من نبي الله بعد ربما أبلغ نبي الله الأحطب فهو جليسه ولا يفارقه إلا فيما ندر وكيف لنا أن نعرف بأمر الهجرة؟ يجب علينا أن نذهب لنسأل الأحطب فربما وجدنا عنده ضلاتنا وماذا عن أغنامنا؟ عن أي أغنام تتحدث؟ إنها هجرة فهل سمعت عن رجل يهاجر بغنمه؟ هنيئا للسباع بالأغنام وهنيئا لنا بالهجرة فليشهد الله أننا بعنا هذه الدنيا ابتغاء مرضاته فاللهم مرضى عنا وتقبل صالح أعمالنا هل أنت سعيدة الآن يا بنت أبيك؟ أرجوك يا أمي لا تفسدي علي فرحتي ودعك من هذا الحديث فكل شيء قد تم كما أردت وما الذي أردته يا صدوق؟ أن يحضر قدار مهري وها قد فعل وأخرج عالية من بيته ذلك البيت الذي سأكون أنا سيدته من الغد وهل أنت على يقين من قدوم الغاد يا بنت محية؟ ماذا تقولين يا أمي؟ أقول ما سمعت يا بنتي؟ وما الذي سيمنع الغد من القدوم؟ لعنة صالح لعنة صالح التي تكذبينها أو ما زلت ترددين هذا الحديث الهزلي؟ كفاكي يا أمي كفاكي لعنة صالح ليست بالهزل يا صدوق بل هي حق كما كانت الناقة حق أخبريني يا أمي إذا كنت مؤمنة بصالح وصدق نبوته لما لم تعلني عن إيمانك به أمام الناس؟ أنا لا أؤمن بصالح ولا بغيره فكل شيء يتساوى عندي يا بنت محية ولكني أشم رائحة الحقيقة وأعرف كيف أفرق بين الحق والباطل لا عليك يا أمي فأمر صالح سينتهي اليوم ولن يبقى له وجود أو ذكر بعد ذلك كيف هذا؟ لا عليك يا أمي ولا تشغلي بالك بهذا الحديث الذي لا طائل منه تحدث يا صدوق ماذا تعرفين؟ كيف سينتهي أمر صالح؟ سيتخلص قدار منه كما تخلص من ناقته ماذا تقولين؟ كيف هذا؟ كفاك يا أمي لقد اكتفيت من هذا الحديث فعندي الكثير لأفعله فغدا بالنسبة لي يوم حافل صدقتي يا صدوق إن غدا يوم حافل عمتم مساءً يا فرسان ثمود ألأنتم مستعدون؟ على أتم الاستعداد فلنفعل ما فعلناه في يوم الناقة ولتشهد آلهتنا علينا ولكن يجب الحذر كل الحذر حتى لا ينكشف أمرنا فالأمر جد خطير لا تخش شيئاً يا داب ففرسان ثمود هم خير فرسان العرب وهم يدركون عظيم صنعهم ويعرفون ماذا يفعلون ما إن تغرب الشمس حتى نبدأ في التحرك نحو بيت صالح ثم نقتحم بيته ونضربه ضربة رجل واحد فلا يكتب له النجاة هل أنت متأكد من وجوده في بيته الآن يا مصرع؟ يعود صالح إلى بيته قبل غروب الشمس ولا يخرج من بيته إلا مع بزوغ أول ضوء من الشمس تعلمون جيداً كما أعلم بأن هذا الأمر عظيم فلو استطعنا أن نقتل صالحاً في الخفاء لن تصير حرب بين القبائل فإياكم ثم إياكم أن ينكشف أمر أحد منكم لا تخف يا قدار فجميعنا حريص كل الحرص على أن ينهي فتنة صالح حتى تعود السكينة لثمود من جديد إذن فاستعدوا فها هي الشمس تعلن عن غيابها عن الأرض وكأنها تخبرنا بنبأ عظيم اجتمع المؤمنون في بيت نبي الله صالح عليه السلام فأبلغهم بأن الله قد أمره بالخروج من مدينة الحجر هو ومن معه من المؤمنين ذلك لأن لعنة الله قد حلت على القوم المشركين وأن الله سينزل العذاب على الذين كفروا وحاربوا الله ورسوله وسينجي الله المؤمنين فرضي المؤمنون بقضاء الله وراحوا يستعدون للخروج بصحبة نبي الله صالح عليه السلام لا أثر له أين ذهب؟ لا أعلم فليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادته إذن أين ذهب؟ لا تترك مكانا دون أن تبحثوا فيه لقد فعلها إنه ليس هنا ربما قد علم بأمر قدومنا ومن أخبره؟ هل أحد يعلم بالأمر غيرنا؟ ربما أخبره ربه أتقول كما يقول هؤلاء السفهاء يا رجل؟ ابحثوا مرة ثانية لا تتركوا مكانا دون البحث فيه ما هذا؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرقت شمس اليوم الأول على قوم ثمود فأصبحوا على حال غير الحال الذي باتوا عليه اصفر لون جلودهم في اليوم الأول ثم احمرت جلودهم في اليوم الثاني تصديقا لوعيد نبي الله لهم فراح ينظر بعضهم إلى بعض خائفين لا يصدقون ما يرون فهذا هو يومهم الثاني الذي وعدهم به نبي الله صالح عليه السلام يتساءلون بينهم هل يصدق صالح في وعده؟ هل ينزل الله العذاب الأليم عليهم كما فعل مع الأقوام البائدة؟ هل تكون هذه العلامات هي إعلان نهاية قوم ثمود وهلاكهم ورغم كل ما جاءهم من آيات لم يرجعوا ولم يتوبوا فإنهم كانوا قوما ضالين بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم ما هذا الذي حل لنا يا ابن بلغوم؟ هذا ما وعدنا به صالح تحدث يا ابن بلغوم اهدأوا اهدأوا يا قوم اهدأوا من قال بأن هذه هي لعنة صالح؟ إنها 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 إشارة من الآلهة بأنكم آمنون فلا تخافوا إن الآلهة تتحفظكم من سحر صالح ماذا؟ الآلهة؟ أتريد أن تخضعنا ثانية يا ابن بلغوم؟ يا قوم يا قوم إياكم وأن تصدقوا صالحاً هذا السحر الذي نالنا هو من فعله صدقوني احذروا من غضب الآلهة عليكم فهي من تحمينا من سحره فلتدعو الآلهة بقلوب صادقة لكي يذهب عنا هذا البلاء فلنذهب إلى المعبد ولنسجد لآلهتنا العوالي عسى أن يتقبلوا دعاءنا نعم الرأي هيا بنا يا رجال فلندعو الآلهة هيا هيا ما هذا يبنى بلغوم لقد حلت عليك العنة صالح إن صالحاً لصادق وإنك لا أعلم الناس بذلك لم يعد هناك مفر من العذاب إنه قدر من محتوم لا سبيل الفرار منه لا سبيل يا حارث يا حارث ما هذا الذي أرى ما الذي أرى ما هذا يا حارث يا حارث يا حارث ألا تسمعني يا رجل ما الذي حدث للون جلدي لقد تحول لوني عن الأمس من الأصفر كلون الرمال إلى الأحمر أي ولاء هذا يا حارث أي ولاء هذا ها قد حلت اللعنة يا منية هذا ما حدثتك عنه في السابق إنها لعنة صالح وربه فهذا يومنا الأول ولم يعد لأحدنا توبة لا لا تقول هذا فأنت سيد ثمود أنت دعك من هذا الحديث أمرأة ألم تفهمي بعد لقد حلت علينا اللعنة بما قدمته أيدينا لقد لعن الثمود كما لعنت عاد عن أي سيادة تتحدثين لقد أوردنا قدار طريق المهالك ها نحن على أعتاب جهنم لا يفصلنا عنها سوى يومين ولكنني لا أريد الموت يا حارث لا أريد الموت الموت هو أهون ما في الأمر يمرأه إنما الهول كله فيما بعد الموت لن تغني عني قبيلتي ولا أموالي أموالي التي أخذتها غصبا من أخي الأحطب أموالي التي كانت عندي أعظم من الرب في عليائه من ينجين من العذاب من ينجين من العذاب الآن يا منيعة فلنده الأله أعسى أن تتشفى علىنا ادعي كما تشائين يا منيعة فهذا هو جلدي يشهد على وقوع لعنة الرب علي وعلى القوم أجمعين ادعي يا منيعة كيفما شئتي فلقد حلت علينا اللعنة وها هي سوء الخاتمة ها هي الآن الكاشفة يا قوم ثمود كاشفة لا ريب فيها وإياكم وسؤال ابن بلغوم ثانية فهو من أوصلكم بأقدامكم لتقفوا على حافة اللعنة ابن بلغوم وأين هو ابن بلغوم لقد دخل بيته وأغلق على نفسه فلا يقربه أحد إنه كان يعلم بأنه كذاب لقد خدعنا جميعا فصرنا كلنا على هذا الحال اللعنة تطرق أبوابنا طرقا ولا سبيل للهرب لا شيء نفعله يا رجل لا شيء فلقد أغلقت أبواب الرحمة في وجوهنا فلتستعدوا يا قوم ثمود استعدوا لرحلة العذاب أما أنا فذاهب لحفر قبري بيدي فهذه هي ساعتنا الأخيرة من يرد منكم حفظ بدنه وسطر عورته بعد الموت فليأتي معي ألم أخبرك بأني أشم رائحة الحقيقة؟ ما رأيك الآن يا بنت محية؟ هل صالح كاذب أم صادق؟ أما زلت تكذبين ما تراه عيناك؟ لقد أصبح الأمر حقيقة حقيقة لا يمكن تكذيبها يا صدوق كفاك يا أمي كفاك ليس بكاف أنت من فعلت هذا بقومك أنت من أتت بالخراب لأهلها حذرتك ولكنك لم تستمع لكلامي كيف حال العرس يا صدوق؟ كيف حال الذبائح؟ كيف حال البيت الذي ستصبحين سيدته؟ أين قدار بن سالف؟ أه؟ تكلمي أين قدار؟ أين اختافه؟ هل بقي شيء يا صدوق؟ هل بقي شيء؟ سيعود قدار؟ سيعود ولن يصيبنا شيء؟ صدقيني يا أمي صدقيني قدار؟ لقد قتل قدار ومعه ثمانية من الرجال خسف بهم بيت صالح الخبر يتداوله الناس منذ الصباح بعد أن تأكدوا من صحته قدار مات؟ مات بعد كل هذا؟ لا أكد أصدق لا أصدق ما أسمعه لا يا أمي لا أصدق ما أسمعه أنت من قتلته يا صدوق أنت نهايته كانت على يديك كما ستكون نهايتنا جميعاً الحمد لله الذي بلغنا هذا المبلغ وإلا كنا مع هؤلاء القوم الملعونين ما كان الله ليهلكنا مع القوم الظالمين فإن الله رحيم بعباده الطائعين لا أعرف ما الذي ينتظرنا إلا أنني راضية بكل ما يكتبه الله لنا وهل هناك أعظم من أن يكتب الله لنا صحبة نبيه إنه لثواب عظيم فاللهم اجمعنا بنبيك الكريم في الدار الدنيا وفي الآخرة الله أمين أيقن قوم ثمود بالمصير المحتوم وأنه لمفر لهم من العذاب الأليم فمنهم من جلس في بيته ينتظر العذاب ومنهم من راح يدعو آلهته عسى أن يشفع له دعاؤه عنده فكان بذلك من الضالين إنه اليوم الثالث لقد صدق صالح وعده وأين صالح الآن لنسأله أن يدعو لنا ربه بأن يرفع عنا العذاب وبعدها نكون من الصالحين لقد ترك صالح المدينة وكل من آمن به وما السبيل الآن يا رجال هذه هي النهاية هل هذه هي نهاية قوم ثمود لا سبيل للنجاة لقد حق علينا العذاب بما قدمته أيدينا انظروا إلى هذه السحابة إنها سحابة خير فاجتمعوا اجتمعوا أسفلها اجتمعوا يا قوم يا قوم يا قوم هلموا يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائكم هلموا إلى هنا لكي تنزل علينا الرحمات هلموا هلموا الله الهلاك هلموا هلموا ولما قضي أمر الله لم يبق من قوم ثمود أحد هلكت كل نفس أشركت بالله وحاربت الحق فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود موسيقى اشتركوا في القناة